عشان ما ننساش وبعد فترة الحياة يمكن راحة سلبية استمرت يمكن 8 يام زي النهاردة ان شاء الله الاسبوع اللي جاي تاني ايام رمضان كل السنة وانتوا طيبين طبعا وكل السنة والامة العربية والاسلامية كلها بألف خير في تاني ايام رمضان تحديدا 3 ابريل هيكون عندنا مواجهة مهمة جدا نادي الاهلي هيلعب مع الهلال السوداني في اخر جولة في دور المجموعات مباراة ان شاء الله الاهلي محتاج فيها نقطة واحدة ولكن طبعا ان شاء الله بإذن الله المباراة على ملعبنا فناخد 3 نقاط في مواجهة الهلال السوداني الفريق رجع النهاردة يتمرن خلينا نتابع اخبار تمرينة النهاردة ونتطمن على اسماء كتيرة يمكن كانت غايبة في الفترة الاخيرة نشوف تطورات حالتها ومدى جهازيتها للمشاركة زميلنا كريم احمد يمكن تابع تمرين خلينا نروح له من ملعب التتش ونعرف اخبار تمرينة النهاردة او عودة الفريق للميران مرة تانية مساء الخير كريم مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير كل التحية لك والتحية ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي عين على دكار وعين على مواجهة الاهلي طبعا الهلال مواجهة مهمة جدا يحتاج فيها النادي الاهلي ان شاء الله لنقطة وحيدة للتأهل لكن مهم طبعا ناخد 3 نقاط ومهم كمان نقدم عرض قوي يوم الحد اللي جاي الفريق بيرجع للتمرين بعد راحة طويلة يمكن نسبيا 8 ايام اعتقد سهموا بشكل كبير جدا في التخلص من حالة الاجهاد وضغط المباريات في الفترة الاخيرة نتمن منك على تمرينة النهاردة قبل ما تكلم عن عودة الغائبين وهي اسماء كثيرة الحقيقة تكلمنا عن التمرين النهاردة كريم بالتأكيد طبعا يعني زميل احمد في البداية الحقيقة لعبت النادي الاهلي كانت محتاجة لفترة الراحة لان خلاص احنا دخلين في تلاحهم كبير جدا الفترة القادمة للمباريات من بطولة الدوري العام بطولة الافريقية عدد كبير مباريات فيمكن التقاط الانفاس كان مهم جدا الحقيقة الفترة الماضية نهاردة ان شاء الله يمكن نقول الروح موجودة كالعادة مع العبت النادي الاهلي نهاردة اول تجمع مع غياب كثير جدا 8 ايام طبعا زي ما انت ذكرت زميل احمد نهاردة نقول ما كانش فيه تدريب قوي على قد ما كان نهاردة تجمع بيتسو مسماني نهاردة يمكن كعادته اجتمع بالعبت النادي الاهلي اكد على المرحلة المرحلة اللي جاء مرحلة دقيقة جدا محتاجة كل الجهود ومحتاجة كل التركيز وتحديدا طبعا في مباراة الهلال ومنها ان شاء الله بقى لكل حدث الحديث لكن هذه المباراة محتاجة تكاتف وتطحات كبيرة جدا من لعب النادي الاهلي وده اللي ان شاء الله بإذن الله رهنا الكبير على اللعبين على الجهاز الفني مدى التركيز ومدى الجهازية في التدريبات بتبقى دينا مؤشر مهم جدا ان ان شاء الله يكون المباراة من نصيب النادي الاهلي النهاردة نقول للتدريب يعني ساعة و30 دقيقة أو ساعة و25 دقيقة التدريب النهاردة كان مقسم ليه فترتين او يعني نقدر نقول وحدتين تدريبتين الواحدة الاولى طبعا كانت في الجيم استغرقت 35 دقيقة ومنها مباشرة لبعض تدريبات الكرة اللي انتهت به تأسيمه في منتصف الملعب ناصي عددي كالعادة طبعا زميلي احمد انت عارف في صفوف فريقة لنادي الاهلي بنحاول ان احنا نصعد بعض اللاعبين طبعا من قطاع النشئين ليكون طبعا الواحدة تدريبية كاملة لكن الحالة اللي احنا شايفانها مع اللعيبة طبعا المتواجدة ندرش نقيم بشكل كبير اول يوم النهاردة لان انت عارف فيه قياسات وزن خلال الايام الماضية والايام القادمة عفوا والايتمينان على حالة وجهزية اللاعبين لكن واضح ان شاء الله الفترة القادمة من خلال التدريبات اللي يكون يوميا ان شاء الله حتى موعد المباراة الجدية موجودة والرغم موجودة ان شاء الله ربنا نكون معنا في المباراة المنتظرة والمرتقبة من جمهير النادي الاهلي اللي ان شاء الله يكون لهم دهور كبير جدا في المباراة زي ما شفنا جمهورنا العظيم جمهور مصر اللي كان يقدم رسالة كبيرة جدا ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يقدم رسالة مهمة جدا في مباراة الهلي إن شاء الله أسماء كتير لأسباب مختلفة كانت غيبة في الفترة الأخيرة يمكن قبل التوقف على طول يمكن كانت إصابة محمد هاني إصابة عمار وأكرم توفيه من قبلهم ابتعاد بدر بنون عن المشاركة بعد إصابته مع منتخب المغرب بفيروس كورونا محمود متولي الحقيقة يمكن شفته لقطة كده في لقطة من لقطة التمرين النهاردة تكلمنا عن مدى جهازية اللاعبين ومين ممكن قريب إن شاء الله نشوفه بيرجع ويدخل في السكوات بتاعت الأهلي في المباراة اللي جاي يعني كمان هنضم زميلي أحمد للأسماء وهو أحمد نبيل كوكا اللي هبدأ معاك النهاردة في البداية بقى أحمد نبيل كوكا اللي طمين عليه النهاردة بشكل كبير جدا نهارد نقدر أول تدريب على أرض طبعا أول تدريب الحقيقة لأحمد نبيل كوكا على الأرض الملعب تدريب كان خفيف فردي طبعا لكن أنت عارف الفترة اللي فاتكت صعبة جدا علي النهاردة نشوفه بيجري آه يعني بمشاهدة نقول 40% أو 50% جاري يعني لكن من يقدرش نقول أن الفترة اللي جاية هيشارك بشكل جديد في التدريبات الجماعية على أن يدخل تدريبين إن شاء الله لكن مؤشر مهم جدا أحمد نبيل كوكا إن شاء الله يعود من جديد ويعود أيضا كمان بجانبه إن شاء الله بدر بنون دول حالتين اللي احنا حابين نتكلم عنهم في البداية محمد هاني النهاردة أيضا كمان بيشارك بكل جديد وبكل قوة في التدريبات بيعلن جهازيته إن شاء الله للمرحلة القادمة بجانب بيرسي تاو أيضا كمان النهاردة اللي اخد الجرعة التدريبية كاملة وشارك في تدريبات الكرة اللي كان فيها طبعا شوتين كروسات وتأسيما تعارف الجهازية ما بيكون كاملة جدا المسيماني على طول بيدفع اللعبي في التأسيم على أن يتطمن عليه بشكل كبير جدا أيضا كمان صلاح محسن ماشي فيه التأهيل بشكل طيب وجايد جدا متولي كمان جهازي طبيا بشكل كبير الرؤية الفنية البيتسو مسماني تحديدا ليه محمود متولي لأنه هو جاهز الفترة اللي فاتت نهاردة كمان بيشارك بكل قوة في التدريبات ومع مرور الأيام انتعارف زميلي أحمد مع خلاص بقى العودة لتدريبات والخش في الجو العام لها تدريبات إن شاء الله يكون جاهز بشكل كبير جدا الحمد لله يعني عدد كبير من الإصابات لكن إحنا عندنا أمل إن شاء الله والدور الكبير والأكبر اللي ليه رئيس الجهاز الطبي أحمد أبو عبلا اللي بيقوم بدور كبير جدا لعودة اللعبين وتجهيز اللعبين للمرحلة القادمة اللي محتاجة مجهود لكل لعيبة النادي الأهل إن شاء الله بإذن الله ما نفقدش أي لعب عايزين كمان نتطمن على لعبين العائدين من منتخبنا الوطن يا رب إن شاء الله يحفظ كل لعيبة النادي الأهل وكل لعيبة المنتخب لأن مرحلة مهمة جدا محتاجة لجهد من كل لعيبة وإن شاء الله بإذن الله مباراة الهلال تكون انطلاقة لنا وزي ما قلنا بقى لكل حدث حديث وإن شاء الله بإذن الله بالتركيز اللي احنا شايفينه البطولة الحداشرة تكون في دولابة ناري خلينا أسألك يا كريم برضو هل في أخبار من دكتور أحمد أبو عبلا على إصابة محمد عبد المنعم ومدة غيابه عن المشاركة مع الأهلي في المباراة اللي جاية بالتأكيد طبعا يعني منعم فترة اللي فاتت يعني كان طوب فورم كبير جدا ولكن هو أنت عارف طبعا بدلك بيكون طبعا الإصابات الحمد لله أجرى العملية الجراحية الأخيرة الشكل العام بيقول أسبوعين إن شاء الله ونبدأ نشوف يعني منعم بالقناع كده تدريجين إن شاء الله فيها تدريبات بدون التحمات لكن إن شاء الله بإذن الله ما تكونش الفترة طويلة لكن الحمد لله بنتطمم بشكل مستمر مع الجهاز الطبي على حالة اللعبين منعم وكل اللعبين إن شاء الله بإذن الله المجموعة كلها اللي غايب عن صفوف النادي الأهلي اللي بيرجع على طول بيدخل للتعارف للتدريبات الجماعية فمنع من عناصر الأساسية بشكل كبير جدا الفترة القادمة مع ياسر إبراهيم مع ربيع مع كل اللعيبة الحمد لله لكن الفترة اللي جاية محتاجة تضحيات كبيرة جدا لكل اللعيبة زميلة أحمد أنت عارف هذا الأمر فيعني إن شاء الله بإذن الله ربنا يحفظ كل اللعبين لعبتنا المتوجدين معنا لعبين المنتخب الوطني أيضا كمان ديانج ميكي سوني كل اللعيبة طبعا اللي بتشارك مع منتخباتها الوطنية إن شاء الله يعودوا بدون أي إصابة وبدون أي أمور تعكر صفوف النادي الأهلي خلال مرحلة القادمة والقادم أفضل لنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لرجالتنا سواء مع منتخب مصر أو مع نادي الأهلي يوم الحد